سلام عليكم و مرحبا بكم دايما في القناة معشف تحمل الطبخ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح و بصحة جيدة اخوكم نحمل السيحيكم كل عادة و العوائد تجور نحط لكم الوصفات اللي يفرحوكم و يفرحوا العائلة اليوم اخترنا لكم وصفة بسيطة تقدروا تديروها الفطور ولا العشاق في فضريفة وبنينة وتوجد اللي هلها هذه هي رح نديرو بطاطا مجمرة باليسكالوب صوصروج بالزيتون يعني وصفة سهلة غير في المقلة نديروها بعدما نجمرو البطاطا نحطوه في السينية و ندخلو كلش للفور طريقة السهلة مع اللي يزولي رح نديروها دوك شوفوا الطريقة كيفاش هذه هي الفيديو تعلوم مهم بالبزاق نتمنى انو ينال اعجابكم و مدى بكم كامل ديرونا لجم و فرجة ممتعة للجمع بسم الله على بركة الله كاميرا كنتشفو هنا نجي نعرفكم هلما قادر تتبعوا معي مليح اول حاجة رح نحتاجو نصف صدر تعدى جوج كاميرا كنتشوفو بعدما نوصلوه نقطروه نحطوه في الطبسي التعاني و من بعد نشوفو كيفاش رح نقطعوه نحتاجو كمية قليلة تعزيتون هاك تعديروه فلاصوس تعطيه بالنه و ما شاء الله رح نحتاجو تمز تعملوه زوج فصوص يعني الوصف هذي ما فيهش لبصل غير تم ملعاقاتها طماطم صبرة و حبه طماطيش نسكر في جوه ولا ربيوها بلوبرام يكسر فرح نحتاجو زعيت راق و الرند التوابل وش رح نحتاجو فلفل و حك حل وفلفل عكرية هذي هي شوية تعلموه شوية تعلموه ادنوس اللي حبي يغض الحرور يقدر يزيد حار فلفل اول حاجة كاميرا كوشوفو هنا في الوصفة رح نجيبو هذي كالنس في صدر تعدى ججاح و نحيلو الفيلي كاميرا كوشوفو باش نبدأو نقطعوه على شكل واحد يعني شرائح رقاقه باش يتعبوله ليناء من الطبخة رح تكون غير في المقلة باش تكون خفيفة وسريعة هذا هو الهدف تعنا من الفيديو تعليم رح نكمل معاها كده خفيف شرائح رقاق و نعود نقوليه وهنا كاميرا كوشوفو اول حاجة رح نجيبو للمقلة تعنيخة نقولنا الفطور غير في المقلة خفيفة ضرفة نحطو كمية الزيت نشعلو عليها النار و نخلوها تسخن املح هذي هي رح نجيبو شرائح تعدى جاج و نبدأو نحطوه واحدة ومر واحدة و نخلوهم يتقلوا غير بعقلهم النار تكون متوسطة حده يتحمرو و يبدأ يتخلو لهم الطيب الجيش تعناب بعدما حطيتوه كامل في المقلة نخليها تيب و نجوزول البطاطا على براكت الله كاميرا كوشوفو الأحباب هنا استعملت تلت حبات على البطاطا كل واحدة يدير على حساب أفراد العائلة خير و حبات يكونوا مدورين و صغر باش نقسموهم على الاربع يعني رح يجوخشان باش نقلوهم في الزيت على النار قليلة يطيبو غير بعقلهم باش نحطوهم فلاصوس يبقوا محكمين ما يذوبونش هذه هي كاميرا كوشوفو الكباب بطاطا تكون أخشينة هذه هي كل حبيبة رح نقسموها على الاربع كاميرا كوشوفو في الصورة وهنا كاميرا كوشوفو الدوجر نوجد المقلة تعنينا نعم المرزة نحطو البطاطا تعنينا و نخلوها الطيبو غير بعقل النار رح تكون تحت المتوسطة هلاش باش يدخل لها الطيبو من داخل من بعد نقويلها و نخلوها تتحملها هكذا غير خفيف ضريف البطاطا تعنينا هراها وجد الكاميرا كوشوفو الصورة رح نعود نولو المقلة تعنينا و نكملو الوصفة على المرزة و هناك كاميرا كوشوفو بعد ما نشوفو هذا الاسكالوب خذات الحميرة في الشباب يعني يدخلو الطيب ما شاء الله لأنه مقطع أرقيقة هذه هي و كهنا وش رح نديرو نجيبو واسية تعنا نجيبو لابنز تعنا و نحو كامل هذو شرائح باش نبدأ و نطلعو في الصوس تعنا و الدرسة على بركة الله و هناك كاميرا كوشوفو اول حاجة رح نحطو زيتنا تعنا رح نخله يتقلى بشياتينا بنا ما شاء الله و نحطو معا هذوك الزوج فو الصوس تعالتهم يعطو بالنمليحة و راح نجيبوه لي ملعقات تعنا و نضربو التحريكة في فضريفة يعني يخلو هذوك الزيتون و هذوك الثوم يتقلو و ليش يعطونا رحة شابة و الطبقة تعني يجيخ في فضريف لازم توجو نتابعو هذو المراحل للتنكي يكون نزعي ترى و الرند ملاح سورتوف لصوص طوما تلي تكون صوس يرجب الزيتون هذه هي ملعقات الطماطم من الصبارة نحطوها معا هم تتقلى غير بالعقل و التحريك في فضريف و بعدما تقلت الطماطم من الصبارة جيدا و راح نجيبو الطماطيش المبشورة يعني يحبيبها رحوها في البراء ميكسور و بعدما نحطوها نخليها الدي غلاسي كامل هذوك النكهات تعالتهم و الطماطم من الصبارة و الزيتون قلنا بالنسبة لتابوبل وش نحتاجه فلفل اكحل فلفل اكريه هذا مكان صوس طوما تخيفة و الزيتون راح نزيد و نديرو كمية على الملح ما تكتروش الزيتون يكون مالحة هذه هي بعدما احطينا كلش نخلوهم يتجمروا رشات عمادنوس و نخلوها تتجمر جيدا يعني بعدها راح نجيبو كمية خفيفة ضريفة تعالما أن نمرقه و نضربو لصوص تعناتها حريكة خفيفة ضريفة وهذا هو القوام اللي راح نتحصل عليه يعني الملقات تعنا راح تكون حمراء وش راح نديرو دوكا نعاود و نرجع هاداك الدجاج تعنا اللي يتحمره و محمي مر الشباب مع هادوك اللي دام اذيالي وش راح نديرو و نشعلو عليهم نرعيني راح هاشعله و نخلوه هي طيب هاكدا حتى نشوف اللاصوس تعنا بدا تختار جيدا وهنا بعدما نشوفوها الحباب الطابط يعني هاي لك القوامة اللاصوس كيفاش نحتاجوه ما شاء الله مع هاداك الزيتون يعني وصفة بتاع تغماس ما شاء الله هادوكا احنا وش راح نديرو راح ندخلوها للفرن بعدما طيبنا البطاطا نشوفو الطريقة تعنا على بركة الله وهنا كيما راكوا تشوفو بعدما طابت البطاطا حتناها في كس كاس قطرت يعني راها كبيرة و محمرة و متجمرة اقتلكم باش مددو بالناش ف هاديك السلسة راح تختارو البلاطو ليدخلكم للفرن انا واصد عملت هذا دائري كيما راكوا تشوفو يعطيش شكل لي بزاف اشبابا راح نبدو و نجيبو هادوك الحبيبات تعالبطا و راح نستفوهم صاير داير بشكل عشوائي لكن تقلوا لخدماتكم باشك يتشوفوا حاجة بعينيكم تعجبكم وهذه هي راح نكمل ها قده خفيف صاير داير ومن بعد راح نجيبوا الليسكالوب بتاعنا باللصوص تاع الزيتون يعني راح نفرغوها كامل داخل الصحنية يتميلون جمع هذيك البطاطا والبطاطا هذيك راح تزيت تتشرر بالسلصة ما شاء الله دوك راح نحطوه كامل كم يشوف شحل جتها يلا بالطبع هذي هي وهنا في الاخير نجي نديرو العقدة قابل من دخل الطبق تاعنا للفور هنا عندنا حبيبة تعلوبة شوية تعلوم عدلوس نديرو لهم رشخ في فضريفة تحفل فلكحل ونديرو لهم شوية ملحي يعني الطريقة سهلة مهلة كمارا ليزون لينديروها في الكباب والبطاطا تاني كمارا ينديروها في الكباب جعلية شوية لكن الكباب سوس بلونج بلحميصة قرفة ملح فلكحل هنا راح ندير بوك كامل هذيك اللي بيت تعنا مع هذوك المكونات ونجو نفرغوه في الطبق تانا كيما راكوا تشاهدوه في الصورة بالنسبة للفور شعلوه يسخون حوالي 5 دقائق باش عندما ترمو الطبق تاعكم يعني ليه ليه راح يقد وما يطول لكم شوفوا الطريقة كيفش جدت بزاف هاي لا الناس اللي ما يكونش متوفر عندهم البيض وما تحبش تقوم بهد العملية يعني عادي اهنا ندخلوه للفور ونجو نشوفه في النتيجة النهائية اذا كيما راكوا تشوفوه خوتي خياتي العزيز هنا وصلنا للنتيجة انها ايشتو الطبق تاعنا بعد ما مرينا كامل ابهدو كل ما راحل يعني طبق تاع منزل ديروف الفطر واللعشال بنا مضمونة صلصة حمراء بالزيتون بطاطا مجمرة ولا ليزون تعالوا بيدي يعني ما عندي اما نقول لكم انتم منها منكم تجربة وتخلوه لي اراءكم في التعليقات هذه هي خوكم دا حمد رسما بقا لو يقولكم خير بقاوا على خير وتهلوا في روحتيكم الى اللقاء مع وصفات جديدة ان شاء الله ندير لكم الوصفات اللي تحتاجوها في رمضان واكتبوا لي في التعليق هذه هي مبقى اللي نقول لكم غير بقاوا على خير وتهلوا في روحتيكم السلام